السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس العالمية اونلاين ان شاء الله هنكمل مع بعض حل نمازج انتحانات كتاب المعاصر لمراجعة النهائية المطابقة لأحدث المواصفات للصف الأول الثانوي اللي هم الخمستاشر نموذج المجانيين الروابط بتاعهم موجود في الوصف أسفل الفيديو هناخد النهاردة نموذج التامن والتاسع مع بعض ولو ما شفتش البديوهات اللي فاتت سواء حل المحافظات ببنك الأسلة المعاصر أو النمازج اللي فاتت هتلاقي الروابط في الوصف أسفل الفيديو مع بعض الروابط الخاصة بأسرة التفكير النقدي لقصة جزيرة الكنز تريجر آيلان وروابط منزجرات مجانية للمقال والترجمة وحتى المقالات بتاع النهاردة بتاع الامتحانات اللي هنحلها النهاردة وطبعا بنحل ونقول معنا الكلمات والسبب بتاع الحل وأحيانا بنستشهد بسكرينات خاصة بالجرامر اللي موجود في الامتحان ونعلق على كل التريكات الموجودة فيه يبقى انت بتخل وبتراجح في نفس الوقت وكمان هتلاقي روابط جروب الواتساب وكمان قناة الواتساب اللي بننشر عليها كل حاجة من فيديوهات ومذكرات مجانية يلا نبدأ مع أول امتحان النهاردة هنحل الامتحان التامن والتاسع أول واحد النهاردة امتحان التامن أول نوع من الأسئلة عندنا اختار إيجابتين من خمسة نمبر وان والهنا طبعا هو أخبرني مفيش إمكانية لي أنه يحضر الاجتماع المتبوسيبيلتي ممكن نستبدلها بإيه إيه اللي بيسويها المرة الضفة بتاعتها هل هتبقى لها المسؤولية لها إمكانية واقعية إمكانية وقدرة طبعا هنا هتبقى لها معنى إمكانية وكمان هتبقى والاتنين بيدوا نفس المعنى بتاع كلمة لكن ريالتي واقعية مش هتنفهم نمبر ايه نختي هتقوم بعرض تقدم عرض تقديمي الأسبوع القادم طبعا ايه اللي بيعمل أو تلازم لفظه مع طبعا ممكن أقول وكمان النوع التاني من الأسئلة اختار إجابة من أربع نمبر ون هل تحب بتهشف أسوان للأبد خلي بالك نمبر ون انتوقعت المدير انتوقعت المدير من هو يقبل الطلب بتاعك هنا هنا في بعض التعبيرات في أشكال المستابل زي بريدكت وإكسبكت وثينك بتيجي طبعا مع ويل ويل مصدر هنا لتر ايه ويل اكسبت تنبل بدون دليل نمبر ثري أعتقد نهر النيل أطول نهر في العالم هل في أي أنهر تانية يعني أطول منه هل هقول هنا آ 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 نمبر فور المرأة المصابة طبعا هي مش هتاخد نفسها تروح لإيه المستشفى العام وهنا تم أخذوها إذن هي هنا مفعول إذن مبني المجهول يبقى هاز أو هاف بين تصريف تالت يبقى لتر دي وده الشكل الصحي في الاختيارات في المبني المجهول نمبر فايف انتظر هنا حتى طبعا المدير يصل إلى إيه أو يعود يعني إلى المكتب خلي بالك هنا بقى من كلمة دي جملة أمر وكلمة من الروابط وقلنا في بعض الاستخدامات بتاعت الروابط ممكن أجيب بعدها مضارع بسيط أو مضارع تام وقاب لها إما شكل من أشكال المستبل إما جملة أمر هو قاب لي هنا جملة الأمر يبقى بعد هيجي إيه هيجي إما مضارع بسيط يا مضارع تام يا مصر طب ما لتنين موجودين فيه arrives وفيه arrive وفيه have arrived طب بص للفاعل ده manager مش ده فاعل مفرد تمام إذن have ما تنفعش مع المفرد وarrive ما تنفعش بقى later b arrives لأن في المضارع البسيط الاسم المفرد أو الفاعل المفرد بنجيب له فاعل في s أو es نمبر سيكس ولك أثناء ما كنت بشرب مشروب بارد السيارة بتاعتي كان يتم تصلحها في نفس الوقت مبدئين هنا كلمة while بينما لو أنها بيجي بعدها جملة مواضي مستمر يعني فاعل was aware والفاعل فاين جي وممكن يجيب هراها الفاعل فاين جي على طول فبالتالي لو قلت while was having ما فيش فاعل يبقى خطر طب while had فين الفاعل was had نفس الكلام دي بيهي هنا letter d I was having نمبر سيفن the not of large cities suffer from pollution and traffic jams ايه طبعا اللي في المدن الكبيرة بيعاني من التلوث وكمان traffic jams ليه الازدحام المروري hello all resorts للمنتجات السياحية damages اضرار او تلف residents لهم نزلاء والمقيمين ولا كلمة counsels اللي هي المجالس طبعا هنا letter c residents نمبر 8 the villagers suffer from the not of lions that kill their livestock القرويون بيعانوا من ايه طبعا بتاع الوسود اللي بتقتل الماشية بتاعتهم اللي هي livestock طبعا هنا بيعانوا من الهاجمات بتاعتهم يترى attackers المهاجمين attacks طبعا هنا معناها هاجمات لطربي ولا طبعا attacked مش تنفح فال الماضي attacking نمبر 9 I have the free time needed to do not work for a nearby charity انا عندي الوقت اللي هو الفضي يعني اللي انا محتاجه عشان ايه اقوم بالعمل ايه بالجمعية الخيرية المجورة لنا يبقى هنا voluntary work عمل تطوعي نمبر 10 anot is a sailor who attacks ships and steals from them طبعا ده بحار يهاجم السفن وبيصرك منهم بنكلم هنا على buy rate اللي هو الايه القرصان نمبر 11 he is known for his intelligence ومعروف بالزكاء بتاعه the antonym of intelligence is مضاد كلمة intelligence طبعا هنا لتربي stupidity اللي هو ايه الغباء طبعا كلمة stupid غبي دي اتصفة selfish اناني هنا صفة لانه هنا بيجيب لي noun اصلا intelligence وselfishness اللي هو ايه الانانية نمبر 12 the energy of the not and their desire to succeed make them the hope of the future طبعا هنا energy اطاقت مين وكمن رغبتهم في النجاح بتجعلهم الامل بتاع المستقبل هل هقول ancestors لهم الاسلاف old aged كبار السن infants لهم الاطفال infants كلمة youth الشباب طبعا the youth القانون طبعا ايه لا ايه بالنسبة للتدخين في الاماكن العامة طبعا لا يسمح بيها يبقى doesn't فاعل doesn't تزايد المصدر يبقى هنا يبقى هنا اللاو فاعل المصدر يبقى doesn't اللاو لا يسمح بي نمبر 14 in winter في الشتاء most European families sit by that معظم الوسرة الاوروبية بتجلس بجوار ايه هل هتبقى اللي هي العمال او العمل المدفقة اللي هي الكوخ الشرط او الحالة طبعا هنا اللي هو المكان اللي بيدفع عليها او المدفقة ناخد بقى كده كده تلفاهم نقرأها ونحلها على اسئلة وانا بنستخدم طريقتين في الحال طرق اسمها وطرق اسمها بقرأ قرأ عابرة للفقرة كلها عشان فمتكلم على ايه بعد كده اقرأ الاسئلة وبعد كده اعمل فحص للايه للاجابات اللي انا عاوز اجيبها والجو كان مظلم جدا وكمان شديد يعني برد شديد للغاية انا عارف الليلة ديت كويس جدا كانت في اوائل الثمانينيات من القرن الماضي الكهرباء كانت لسه وصلة للقرية بتاعتنا يعني لسا موصلين كهرباء في القرية ما كانش فيه كهرباء قبل كده من شهور قليلة لكن في الليلة ديت على واحد الخصوص يعني كهرباء كانت قطع كل الناس كانت قول المنازل بتاعتها واغلقوا الابواب بتاعتهم اتخيل بعمل جو نفسه بيح قوية بدأت تهب مع صوت رعد شديد سمعت اصوات طلقات نارية مندمجة مع الاصوات الفضيع بتاع كلابوها بتنبح طبعا بقولك في مطلع الفجر بدري جدا لما طلعنا عشان نصال الفجر يعني في المسجد لقرية بتاعتنا الصغيرة لان عم فاهمي مقتول جسمه طبعا مستلقي على طريقه الترابي اللي موجود بجوار نهر النيل مش هنسى ابدا المشهد ده انكل فاهمي كان معتدنه يكون ايه يعني راجل طيب جدا وكمان هنبل هنا يعني متواضع فكان راجل متواضع I had never heard him shouting ما سمعتوش ابدا هو بيصيح وبيعلي صوته He used to attend prayer at the mosque with us كان معتادي يعني يحضر الصلوات معنا في المسجد I was extremely sad كنت حزن للغاية And asked people around me وطبعا سألت الناس اللي حوالي وإحنا وقفين قدام المشهد ده يعني Why was he killed هو تقتل ليه I was told that he was killed because his grandfather once killed a member of the other family قول هنا قالولي ان هو تقتل لاني جده كان قتل احد افراد والاسرة اخرى يعني زي الطر كده اللي موجود في المنطقة بتاع السعيد I wondered as that wasn't uncle fam's fault انا بقيت اتساءل بس ده يعني مش خطأ عمه فاهمي Some people neglected my words في بعض الناس طبعا تجاهلت كلامي Others looked at me with a sad face والاخرين بصولي بواجه حزين نحن اللي بقى الاسئلة Number one The passage is a القطعة دي تعتبر ايه طبعا دي قصة A story تمام Number two Electricity had just arrived in the little village الكهرباء لسه اصل حالا في القرية الصغيرة لسه اصل في القرية الصغيرة انتبقى In the 16th, 19th, 18th, 20th of the previous century طبعا هنا هتبقى In the 20th of the previous century يبقى لتردي لديت اقرب اجابة لها في التمنات من القرن الماضي قرن العشرين Number three The weather that night was cold الجو في اليوم ده كان ايه هو Extremely cold اقرب حاجة لها Very cold بارد جدا Number four The moral of the story is المغزى والهدف او الرسالة اللي عايزة توصل لها لنا القصة ايه طبعا We shouldn't take revenge in blood لا يجب ان نمتقم بالدم الوطار يعني Number five Some people looked at the writer with a sad face as they wanted to say that he was في بعض الناس بصت للرجل كده اللي هو بيكلم الكاتب يعني وواجههم كان حزين معنى كده انه هم بيقول انه هو ايه He was right يعني هم تفقين معاه Number six Some people neglected my words والبعض الناس اهملهم كلامي ويعني مغصليش او كانوا سلبيين This means that they didn't my words معنى الكلام ده انهم ايه طبعا They didn't care about my words لم يهتموا بكلامي Number seven Uncle Fami was killed Uncle Fami قتل طبعا ايه Without any guilt بدون ذنب اي ما فيش اي ذنب ارتكبه خالص تمام يعني مات بدم مبارس ايه بقولهم حالي بقى كاسلة الترجمة قولنا قبل كده احنا شرحنا الترجمة فيديو قصير في حوالي تلات اربعة دقيق موجود الرابط بتاعه في الوصف اسفل الفيديو لم الجزء الخاص بالترجمة الاختياري بشكل جميل جدا وبسط قوي نشوف اول سؤال When we face a problem لما نواجه مشكلة We may need others بنحتاج الاخرين To lend us a hand من هما طبعا ايه يساعدونا That's why we must support others whenever they need help نبدأ ترجمة واحدة واحدة والاجابة الخطئ استبعدها عشان تسأل على نفسك الموضوع خليبا ايكو انت بتحل بطبعا الكلمات المشابهة لبعضها والبريفكس والصافيكس وكمان السينما والأنتون دي كلها بتعمل مشكلة عندكم ليه طريقين قد نحتاج الى مساعدة الاخرين عندما نواجه مشكلة لهذا السبب يجب علينا دعم الاخرين كلما حتاجنا الى المساعدة وكلهم احتاجوا ومفروض كلما احتاجوا يبقى نحتاجنا دي غلط لتربيه قد لا نحتاج الى مساعدة الاخرين لنا عندما نواجه مشكلة لهذا السبب يجب علينا دعم الاخرين كلما احتاجوا الى المساعدة مفروض هنا قد لا نحتاج دي غلط لترسي نحتاج الى مساعدة الاخرين لنا عندما نواجه مشكلة لهذا السبب يجب علينا دعم الاخرين كلما احتاجوا الى المساعدة هنا بقى في مشكلة هنا نحتاج الى مساعدة الاخرين المفروض كان قد قد نحتاج ليه لأنه فهو بيقول لي يبهينا طبعا نحتاج لوحدها خطأ إذا الجابة الصحي بتاعتنا هتبقى لطردي نأكد عليها قد نحتاج إلى مساعدة الآخرين لنا عندما نواجه مشكلة لهذا السبب يجب علينا دعم الآخرين كلما احتاجوا للمساعدة يبهينا لطردي نشوف الترجمة التانية إن مصر دولة عظيمة ذات تاريخ عريق على أمر العصور فمصر هي التي علمت العالم بأسره أسس الزراعة والطب وغيرها من العلوم نشوف أول حاجة عندنا سانية واحدة بقى هو كترجم كلمة تاريخ ترجمة حرفية ديتم مفروض تبقى history فدي غلط سانية واحدة بقى لرنت ولا توت لرنت تعلمت دي غلط سانية واحدة بقى هنا يعني بطول مفروض كان فصلها من بعضها شفت الفايصل إي بقى إن المفروض الآل واحدة ولونج الواحدة لتر دي هي الإجابة الصحيحة نأكد عليها إذا فعلا إجابتنا هتبقى لتر دي يبقى أكد على إجابة بتاعتك عشان تبقى حلك صح جدرنا مع أسلات التفكير النقدي الخاصة بتريجر آيلمد كزيرة الكنس أول سؤال في رأيك هنا يطرى بقى جيم وممتو يعني كان إحساسهم إيه لما طبعا شافهم دكتور ليفزي والناس طبعا اللي معا ممكن نقول هنا أي ممكن أعتقد أنهم كانوا شعر بتحسن لما شافوا دكتور ليفزي ونسل الآخرين لأن القراصين هربوا في التجهات مختلفة لما يشافوهم نشوف نمبر 2 من وجهة نظرك فرأيك ليه طبعا سيلفر وطبعا العسابة اللي معاه لم يستطيعهم يهجمهم مستر تريلوني ورجال اللي معاه طبعا فاكرين لما كان جيم كان مستخبي في البرميل وسمع سيلفر هما بيكلموا عن الخطة بتاعتهم وبعد كده جيم حذر مستر تريلوني والناس اللي معاه فعشان كده ما قدروش سيلفر وعصابة اللي معاه يهجمهم مستر تريلوني نمبر 3 من وجهة نظرك من وجهة نظرك هالبنغن اللي كان موجود على الجزيرة استمر فيها ثلاث سنين لوحده كان راجل مجنون زي ما جيم كان معتقد ليه وليه لا ممكن نقول طبعا لا طبعا ما كانش مجنون because he helped jim to return to the ship by the boat he had made before طبعا لانه ساعد جيم ان هو يعد للسفينة عن طريق القرب اللي هو عامل قبل كده وفي بعد كده يشتعل مع مستر تريلوني وطبعا كان هيقوله على مكان الكنز بعد كده اخر سؤال عندنا رأيت ان يسايفه 150 words عن ايه بقى اكتب مقال 150 كلمة عن traveling is a useful and enjoyable hobby تسفر هواية مفيدة وممتعة وطبعا عملنا فيديو حوالي اربع دقاي عن ازاي نكتب مقال وخطواته بطريقة مبسطة جدا وسهلة جدا وعاجبت ناس كتير اوي مع طبعا الملفات المجانية الخاصة بالمقال الموجودة في الوصف اسفل الفيديو هتلاقي كمان الرابط بتاع الفيديو وبتاع المقال وزي ما وعدتكم المقال جاهز 150 كلمة مقدمة وموضوع وخاتمة كمان مترجم كمان عشان اوفر عليك وقت خب منه افكار ويبدأ اكتب اسلوبك انت وراعي المسافات بين الكلمات الاخطاء المتبقاش كتير عندك عشان ده كل عليه درجات ناخد بعكده انه موزاك التاسع المعاصر المعاصر دايما بيزودنا باسئلة كتيرة عشان تعمل ايه مع المهارات بتاعتنا طبعا هنا عشان ايه تحسن مهاراتنا تطور مهاراتنا طبعا يتجنب يدمر لازم انت بقى هادي يجب ان تكون هادي لما طبعا بتعمل ايه لما بتتخذ قرارات مهمة طبعا والاتنين ينفعهم مع كلمة بعد كده انه احترام الاسئلة اختر اجابة اربعة نمبر ايه لابا لك انت عندك هنا حدثين حدث فيهم كان مستمر النزميلي كان رايح عشان يعمل شوبينج وطبعا انا قابلته في الطريق في عودتي المنزل الحدث المستمر اللي هو ده حدث طويل الحدث القصير ان انا قابلته في الشارع يعتبر ماضي بسيط لان الحدث ده قطع الحدث التاني يبقى ليطربي يبقى عندما قابلت صاحبي وانعقد المنزل كان رايح يعمل شوبينج نمبر دو during the previous conference اثناء المؤتمر السابق he not a speech هو القى كلمة طبعا كلمة gave a speech يعني يلقي كلمة دي بتعمل ايه verbal collocation تلازم لفظي مع كلمة speech نمبر ثري هو قال انه يبقى هو قال انه كان هيعمل يعني الواجب بتاع رياضيات بعد ما كتب المقاد خلي بقى كنت عندك هنا ده اول حاج جيب بعدها مواضي بسيط ما ينفعش بقى جيب قبلها مستقبل لو كان بعدها مضرع بسيط او مضرع تم زي ما قلنا ييجي قبلها مستقبل ازن الزمن الصح هنا يبقى وطبعا مش منطقية اقول لان هو دلوقتي يقول لك ايه انا خلصت واجب الرياضيات بعد ما كتبت المقال اذا انت كتبت المقال الاول فمنفعش تجيب قبل افتر يبقى كده الزمن غلط نمبر فور ايه بيكلم بيه بيقوله هنا كيف وصلت سامة الى المطار ورد عليها هي قالت ان اخوها يعني هيوصلها طبعا ناس كتير هايقول لك يبقى انا بتكلم هنا على غير مباشر يبقى هجيب ركز واحدة واحدة معايا لما يقول لك هنا كلمة يعني دلوقتي سامة كيف سامة فهتصل الى بيكلم على المدارع المستمر كاستخدامه لانه بيعبر على تخطوط في المستقبل كيف سامة ستصل الى المطار قال له هي قالت ان اخوها يبقى يبقى اخوها مرتب ان هو يوصلها بالسيارة الى المطار يبقى نمبر فايف طبعا رجل مطافي امر بايه طبعا امر المبنى بيقول لك في الحال يعني امر الناس كلها انها تترك المبنى في الحال طبعا لقلت هنا ordered to everyone لا ده ordered بيجي وراها الobject المفعول يبقى letter A غلط ما ينفعش ورده اقول letter D لانه ما يجيش وراها اي نجي طب everyone to be left ولا everyone to leave طبعا everyone to leave وهنا امر كل الناس او كل واحد ان هو يغادر نمبر سيكس I forgot ان انسيت نقط the report with me so I had to go back to get it انا نسيت اجيب التقرير معايا عشان كده انا مضطر او انا كنت مضطر لان ايه ان انا اعود لك ايه احصل عليه او اجيبه تاني يعني خلي باك لاملك I forgot يقولنا كلمة forgot بيجي بعدها حاجة من الاتنين يا طوب المصدر زي ما اخدنا في الوحدة الستة يا اما فعل فا اين جي لو فعل فا اين جي يبقى هو نس ان هو اعمل الحاجة لان الحاجة عملت انا بيقول لك ده انا اضطررت ان اعود عشان اجيبه تاني اذا ان هو نس ان هو يجيبه يبقى هنا letter A يبقى to take يبقى انا نسيت ان احضر او ان انا اخد تقرير معايا لذلك انا اضطررت ان اعود لك ايه احصل عليه مرة اخرى number seven he is a good captain of our team هو captain قويس للفريق بتاعنا because he has a good لانا عنده good ايه طبعا good character شخصية جيدة number eight she has done voluntary work for a charity يبقى تكون بعمل خيري للجمعية الخيرية as a voluntary طبعا voluntary work عمل تطوعي as a volunteer كشخص متطوع يعني she works for the charity for طبعا بتاع عمل هذا للمجمعية الخيرية ايه for free طبعا مجانا number nine in oil dust industry طبعا في صناعة البترول ما قولش هنا oil معناها زيت في صناعة البترول اللي العاملة بتاعت استخراج البترول وتصنيعه وكلام ده كله وتصديره another is a unit of measurement وحدة القياس بتاعته ايه طبعا بنكلم على barrel barrel اللي هو برميل بولك برميل البترول بكذا مش بيكيلوا بقى والحاجات دي number ten a group of criminals who work together is called a مجموعة مجرمين بيعملوا مع بعض بنسموهم ايه طبعا is called a gang عصابة تمام number eleven the woman dressed her children quickly المرأة يعني قامت لبست يعني اطفالها بسرعة because she was lit لانها كانت متأخرة the opposite of dressed is مضاد كلمة dressed ما يدرسد يعني ايه يعني بيتلبسهم اذا عايز يقول يخلع الملابس يبقى took off تمام يعني dress يعني يلبس او يرتدي وتك off يعني يخلع الملابس number twelve he always has a not expression on his face he never looks happy هو دايما عنده تعبير ايه على وشه وعمره ابدا ما كان سعيد letter a miser بخيل miserable بائس miserly ببخل misread يعني ايه يخطئ في القراءة طبعا هنا هتبقى letter b miserable expression يعني تعبير بائس بيدلع البقس والحزن يعني number thirteen we know the email and reply to it احنا تلقينا الايميل استلمناه ورديني عليه يبقى هنا received ولا receive ولا have received ولا would receive ركز بقى معايا لو قلت we received ازا ايميل ما كانش يجاب حاجة في الوقت اللي احنا فيه عملناها ولك احنا طلقينا استلمنا الايميل وردنا عليه اذا دلوقتي هتبقى مضارعتا حدث تم او بدأ في الماضي وله ايه علاقة بالوقت الحاضر الدليل انه ايه هو رد عليه تمام number fourteen this poor man lives in miserable ولك الشخص الفقر ده او الراجل الفقر ده بيعيش in a miserable ايه اترقوا labors labors يعني ايه يعني عمال او عمالة fireplaces المدفاة جمع دفاة يعني machinery اللي قالي ولكن conditions ظروف او احوال طبعا هنا conditions يبقى هنا بيعيش في طبعا miserable conditions في حالات ايه او ظروف بائسة ناخد بعكده الcomprehension وزي ما قلنا قبل كده بنستخدم حاكتين وحنا بنحل الcomprehension skim and scan skim قراءة عبرة وسكان بقرأ الاسئلة وبعكده ابحث او افحص عن الاسئلة واجابتها بدقة searching for a job is not an easy task البحث عن وظيفة ليس مهم مسألة you have to keep reading daily newspapers يجب انك تحافظ على قراءة الاخبار اليومي القراءة اليومي and the magazines والمجلات sometimes advertisers use the most expensive way of advertising احيانا المعلنين بيستخدوم اغلى طرق للإعلان it's the tv advertisement طبعا اعلانات التلفاز على حاجة واغلى so applicants have also to follow watching television عشان كده المتقدمين للوظيفة يجب عليهم انهم يتابعون البرامج التلفزيونية او التلفاز when you reply to a job advertisement لما بترد طبعا على اعلان وظيفة there are some things you should put in your letter لازم ان بعض الحاجات تضحها فين في الخطاب بتاعك وانت بتقدم يعني you should show that you are interested in current affairs لازم انت بيين لهم انك مهتم بالاحداث الجارية في العالم ما تبقاش منعزلن على العالم you should write about your qualities that make you suitable for it لازم ان تكتب مميزاتك اللي انت طبعا خلتك مناسب للوظيفة دي you also need to write the name of someone who can say that you are the honest or an honest and the good worker لازم ان تذكر اسم شخص ممكن يقول ان انت انسان او عامل امين وعامل جيد يعني يمدحك يعني يكون شخص برضو ليه مكانته مرموقة يعني the person who recommends you is a referee شخص طبعا اللي هيوصي بيك يعني هيعتبر ايه يعني حكم في الموضوع ده to be a successful applicant وعشان تبقى متقدم الوظيفة ناجح you should have good command of English طبعا لازم يبقى عندك معرفة جيدة بالانجليزي you should be efficient يجب انك تكون كف and will organize منظم جدا you should also have some computing skills كمان يجب ان يكون عندك بعض المهارات الحوسبة خاصة بالكمبيوتر general knowledge المعرفة العامة is a must ضرورة an applicant who says المتقدم الوظيفة اللي بيكلم على النقطة بتاع المعرفة العامة بقى اللي يقول Maldives in Africa ان جزر الملظيف موجودة في افريقيا will certainly lose probable new job during his interview اكيد طبعا يعني هيقف كد وظيفته الجيدة المحتملة وقعد في المقبلة هيرفضوه يعني ليه لان جزر الملظيف اصلا دي الدولة مسلمة موجودة في جنوب اسيا يعني جزر جميلة جدا جدا لما حد يسألك يقولك يا فين تقوله في افريقيا طبعا يقولك تفضل انت كده ايه روح راوح نحن لأسئلة وفقا للكطعة الحكم ده يعتبر ايه طبعا لازم ان طبعا يجب انه يكون عارف مين المتقدم الوظيفة ما انتو هتقوله مسأله شركة الفلانية يبقى لازم انت يكون عارفينك تمام المتقدمين الوظيفة يجب انه يكتب عن ايه طبعا مميزاتهم صفاتهم مؤهلاتهم كما ذكره في القطعة ومتقدم الوظيفة يجب انه ايه طبعا يكون كويس في اللغة الانجليزية يعني يزود يعني يستقصل وممكن نقول عليها كمان اللي هو الاقصاء يعني يعني يتكن طبعا يتكن اللغة الانجليزية number four the best title of the passage is طبعا letter b how to be a good applicant ازاي تبقى متقدم الوظيفة جيد number five to be a successful applicant عشان تبقى متقدم ناجح you should have some skills لازم ان يكون عندك بعض المهارات اللي ايه قلنا خاصة بالكمبيوتر يبقى هنا computing skills number six the word current means كلمة current معنى هاي طبعا ما قلنا الاحداث الجارية يبقى هنا recent لحاجات لسه حصلة يعني number seven general knowledge is not to get the job المعرفة العامة is not to get the job طبعا تعتبر ايه وقال لك a must وامس هنا بتساوي essential ضرورية ناخد بعد كده سؤال الترجمة الترجمة الاخترياء قلنا عملنا لها فيديو حوالي 3-4 دقائق موجود في الوصف اسفل الفيديو لما الدينية بتاع الترجمة كلها وانت بترجم لو جملة طول اسمها اتنين واستبعد الاجابة الخطأ وحاول تركز في التشبه في الالفاظ والحروب اول جملة عندنا نشوف ها الجملة لا شك ان التنمر ظاهرة اقتماعية سيئة تجعل الناس يعشورون بالخوف وقد تودي الارتكاف الجرائب اصح نشوف البقاء غلط ليه لا شك ان التنمر ظاهرة اقتماعية سيئة يجعل الناس يشعرون التنمر ظاهرة يبقى تجعل مش يجعل يبقى دي غلط لترسي لا شك ان التنمر ظاهرة اقتماعية سيئة تصنع الناس قلنا لأ كلمة ميك معناها يصنع او يجعل بس هنا يجعل او تجعل بقى لتردي لا شك ان التنمر ظاهرة اقتماعية سيئة تجعل الناس يشعرون بالخوف وقد تؤدي الى التعليق على الجرائب احنا قلنا ارتكاب مش كومنت بعد ايه لو كانت كومنت يبقى صح لكن هنا كومت ارتكب جريمة اذا اجابتنا هتبقى فعلا لطر ايه تمام ناخد الترجمة التان ان ممارسة الرياضة بشكل منتظم يساعدنا بطرق مختلفة فعن طريق الرياضة نحافظ على صحتنا ولياقتنا ونكون ونكون صدقات جديدة نشوف كده اول حاجة exercising regularly helps us in different ways through exercise we maintain our health and fatness شو بقى مالشي فتنس فرق حرف واحد يبقى كلمة fatness غلط لطر ب exercising regularly help us استنى بق exercising regularly مفروض exercising ديت في محل فاعل مفرد يبقى هنا helps يبقى هنا غلط لطر c exercising regularly help us in different ways شايف قالك يبقى مالشي throw exercise although برق حرف يبقى هنا دي غلط لاني though معناها بالرغم من ان ما عايزوا لإيه فعن طريق الرياضة نحافظ على اللي هي throw exercise letter d طبعا هي الإجابة الصحيحة exercising regularly helps us in different ways through exercise we maintain our health and fitness and make new friends يبقى letter d تمام ناخد مع كده أسلة التفكير الناقضي number one if you were Mr. Trelawney لو أنت كنت Mr. Trelawney would you tell the crew هل كنت هتقول لطاقم العمل اللي معاك about the treasure عن الكنز why and why not ممكن أقول no طبعا لا مش أقول له because this should have been kept as a secret لأن المفروض أحفظ كلام ده كسر to be able to find the treasure لكي أكون قادر على اكتشاف ومعرفة مكان الكنز number two in your opinion في رأيك why did Ben Gun need a boat ليه في رأيك كان Ben Gun محتاج قارب لما كان على الجزيرة لمدة 3 سنين ممكن أقول I think he needed a boat to sail home using it أعتقد أنه محتاج القارب عشان يبحر به و هو عائد إلى المنزل number three what do you think about the blind man's message for the captain إيه رأيك في الرسالة بتاعت البليند من الكابتن ده كلام ده فول القصة بتاعتنا خالص ممكن أقول I think the message said that the blind man black dog and the other men الرسالة كي بتقول إنه blind man والبلاك دوك و ناس تانية would return at 10 o'clock هيرجعوا 16 to take the map of the treasure عشان ياخدوا الخريطة بتاعت الكنز آخر سؤال عندنا اكتب مقال 150 كلم عن إيه what would you like to be after leaving school تحب تبقى أي يعني أو تشتغل إلى ما تخلص المدرسة أو تخلص الدراسة قلت لكم فيه فيديو موجود في الوصفة أسفل فيديو ثلاثة أربع دايق عن كتابة المقال وزي ما عدتكم في أول الفيديو المقال جاهز مقدمة وموضوع وقاتمة كمان بترجم كمان عشان تاخد بنوع أفكار تفيدك وانت بتكتب احنا كده وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساشش عمل لايك الفيديو وتشترك في قناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات القادمة إن شاء الله كان معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس العالمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته